حدثنا يحيى بن سعيد عن أجل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أعرض القرآن عليك قال وسماني لك ربي تبارك وتعالى قال بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هكذا قرأها أبي أثنى مؤمل حدثنا سفيان حدثنا أسلم المنقاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا قال قلت يا رسول الله وقد ذكرت هناك قال نعم فقلت له يا أبا المنظري ففرحت بذلك قال وما يمنعني والله تبارك وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون قال مؤمل قلت لسفيان هذه القراءة في الحديث قال نعم حدثنا عبد الله حدثني أبو موسى محمد بن المثني حدثنا أسباط بن محمد القرشي حدثنا الأعمشو عن حبيبي بن أبي ثابت عن سعيدي بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريحة فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إننا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن يزيد الكوفي حدثنا أبن فضيل حدثنا الأعمشو عن حبيبي بن أبي ثابت عن ذري بن عبد الله عن سعيدي بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريحة فإنها من روح الله تبارك وتعالى وصلوا لها خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وتعوذوا بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن داود الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيانا عن سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيدي بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب قال صلى بن النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وترك آية فجاء أبيون وقد فاته بعض الصلاة فلما انصر فقال يا رسول الله نسخت هذه الآية أو أنسيتها قال لا بل أنسيتها حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيدي بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير بسبح أسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكفيرون وقل هو الله أحد حفصنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن أبي عبيد تحدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة اليامي عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح أسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكفيرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبد الرحيم البزاز حدثنا أبو عمر الضرير البصري حدثنا جرير بن حازمين عن زبيد عن ذر عن سعيدي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الله حدثني إبراهيم بن اسمعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن سعيدي بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا أصبحنا على فترة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبيين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وإذا أمسينا مثل ذلك حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن حبيبي بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذي لسمع أبن أبزى سمع عبد الله بن خباب سمع أبي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء وتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن حبيبي بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذي لسمع أبن أبزى سمع عبد الله بن خباب سمع أبي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء وتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر